شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة المصرية للنقل الكهرباء وشركة جاندي نال البلجيكية الرائدة في مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية بشأن بدء إدراسات مشروع تصدير الطاقة المتقددة من مصر إلى أوروبا تأتي مذكرة التفاهم في إطار التوجه نحو تعزيز الشركة في مجال الطاقة بين مصر والقرى الأوروبية حيث أن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء إدراسات تمهيدة لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتقددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجا وات